العيان الاول هو عيان مريض عنده ستة واربعين سنة بيعاني من ضعف جنسي من اربع سنين راح للدكتور كتاب الرشدة وبعدين قال له بعد الرشدة هنعملك حق في العودة الزكري وبعدين بعد الحق قال له هنعملك موجات الصدمية وبعدين بعد كل مداء ما بقاش ينفع اقترح عليها وقال له يلا هنعمل دعاما تمام بسم الله الرحمن الرحيم هو المولودة للاسف بنشوفه كتير على ايد بعض الاطباء يعني هو من البداية احنا بنقول التشخيص السليم هو اللي بيقودنا الى العلاج السليم فهو ما بيكونش استنفذ وقته في التشخيص الصح رغم انه بيكون مريض اعمل فحوصات كتير جدا يمكن ملهاش لازمة لكن ما وصلش للقناعة ما هو طريق العلاج الامثل دي نقطة النقطة التانية انه مازال برضو بعض الاطباء بيستخدموا الوسائل التي يأثبت العلم وفشلها في العلاج وهم يعلمونا جيدا ذلك لكن بيستخدموها فده برطبا بيتوه المريض في النص فايجي المريض يروح له مثلا هو مشخصي التشخيص السليم ويدي له ادوية يعني انا بيتهالي الادوية دي لك انا مش عارف فوق من اي منطق او من اي طب قدر ان هو يدي لمريض واحد مثلا عدد من المنشطات الجنسية قد تتجاوز السبع او تمن انواع يعني بأمانها يعني حاجة قاتلة وبالرغم من ذلك بيديها للمريض ولمدة ويقوله والله انا هنجرب معك تب ما انت عارف من الاول لو انت يعني مشخص صح انها هتجيب نتيجة او مش هتجيب ولما تجرب جرب بحاجة اللي هي بالجرعات المعتادة اللي هي العلمه اكده انها لن تزيد عن هذه الجرعة مش تدي مثلا من كل نوع اقصى جرعة بتدي اربع او خمس انواع او ستة انواع والله فيه حاجات شفتها 7 او 8 انواع من المنشطات الجنسية تب ليه وبعد ما المريض يمر بهذه المرحلة يقوله لا بقى احنا احنا جربنا معك يعني احنا كده كويسين تب نجرب بقى البلازمة وان شاء الله هتجيب معك نتائج ويقعد يستنزفه في البلازمة مرة في الموجات الصدمية مرة وفي الاخر خالص يقوله احنا ايه خلاص بقى مفيش حلال للدعمة تب انت من الاول ما التشخيص لو مزبوط انت هتعرف انه من الاول محتاج دعامة او لا لا ولو انت محتاج دعامة ويتامل تجربة علاجية تكون تجربة بحكمة بالجرعات الموصة بها فقط لغير هو لو مش هيجيب نتيجة مع الجرع الموصة بها لو عادت تديله اضعاف اضعافها برضو مش هيجيب نتيجة وزودت عليه مشاكل او الاعراض الجانبية او مضاعفات هذه الادوية يبقى انت بتضره ومش بتنفعه للاسف فانت ليه تتويهه من الاول يبقى اذا نرجع لاساس الموضوع التشخيص السليم اولا ثم اتخاذ طريق الالاج الانجح وان كان هناك تدرق في طرق الالاج فلابد ان تكون طبقا للقواعد العلمية المعمول بها في العالم كله حسب كلنا ماشيين عليها ادي كل دوق جرعته بمدة محددة واقول والله انت معايا لمدة 3 اسابيع او 4 اسابيع اذا العلاج ده كان جاب نتيجة يبقى الحمد لله ما جابش نتيجة فلابد ان نبدأ للطريق التاني او الاخير ما نعودش بقى اللعبه بقى طب شوية بلازمة طب شوية موجات صدمية طب انت من الاول عارف ان الكلام ده بيجبش نتيجة طب ليه اشتركوا في القناة